عايزين نسأل سؤال ايه هي العلامات اللي ممكن لو ظهرت في العلاقة الزوجية بتقول انه الطرفين في الجواز الجوازة دي يعني والارتباط ده على وشك انه هو ينهار اكيد فيه علامات كتير ومؤشرات مهم ان احنا نشوفها مش نتجهلها قبل ما نتناقش في الموضوع ده تعالوا نشوف الناس في الشارع قلونا ايه ونرجع تاني نكمل الكلام انا ومنه كتب ده بيقلل اي سوكة ما بين ايه اتنين فبتضم رأيه علاقة يعني يعني ممكن من طريقة المعاملة او الاطلوب ببايد غير كده ما مش هتبايد انا لو هو صريح بيبان مش صريح مش هتبان هو يعني قبل الجواز بيبقى حاجة وبعد الجواز حاجة فبعد الجواز اكيد كل حاجة بتتغير هو بيبان هي بيتبان كل واحد بيبان على حياته عدم الثقة مثلا يعني ده عراش كل نهي ايه بزرق اه يعني لو كلمت بجد انت بدي اكتر حاجة الملل الملل اه وعدم التفاهم لما تلاقي الشخص اللي قدامه مش باقي عليها مش باقي او مش 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 شريحة ساعتها لأ خلاص اشتري نفسي احسن وكرمتي طالهم عن اللي قدامه مش باقي علي يعني قلت الاهتمام منه ما بقاش زي الاول معاها طبعا انها ما بتفهموش فده طبعا يخلين هو يبدأ ان هو يتجه لحاجة تانية خلاص يبدأ يبعد عنها يعني لازم اهم حاجة ان احنا نتفاهم وان احنا نحط قصص هنتعامل عليها اللي اتنين انتهوا خلاص العلاقة اللي اتنين مش عايزين يبقى خلاص بس من طرف ده ومن طرف ده ما فيش تراجع خلاص ورجعنا تاني وشوفنا رأي الشارع زي ما قالت ايمان ايه العلامات اللي ممكن يعني تظهر في العلاقة للطرفين اللي بتقول ان الجواز ده او الارتباط ده هيبتدي ينهار او انهيار اللاقة نفسها فيه ناس قالوا عدم التقدير يا ايمان فيه ناس قالوا الملل انا بقول كمان ممكن يحصل ملل ويحصل عدم تقدير بس نصمت لا نعمل حوار محترم ونقول على الحاجات اللي بتضيقنا انا بيضيقني كذا 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 وياريت ما يحصلش ده لان انا هيأثر على علاقتنا فيما بعد لكن الترقومات ده انا تلاقي كل واحد لما بيجي ينفاصل يقولك ايه انا انفاصلت انا مش عارف ليه ده هي ترقومات ده هي مش حاجة واحدة يعني حاجات صغيرة قوي تفهة اصله الصبح بيعود يدور على الفردتين اصلها مش عاملة الفردتين الشرفة بعض اصله ما بتحضر ليش سندوتشات اصله ما اكلمنيش لما جاي اصله كان مباوت حاجات تفهة ولكن الترقومات وعدم الحوار وصلنا للصمت الزوجي هو اللي بيوصل العلاقة للعناية المركزة ايه اذا بقى عاش اين عاش يعني اذا عاشت العلاقة او ما عاشتش بي رأيك صح بصي الواحد ساعات لما بيكون مش عايز يكمل بيوصل اللي قدامه باكتر من طريقة ان انا ما بقتش بحبك وان انا عايز امشي بالاهمال بعدم الاهتمام بالتعمد تصيد الاخطاء بالانشغال المتعمد بالانعزال المتعمد بالصمت المتعمد الطرف التاني هنا علي انه يفهم انه لا هو ما كانش كده فمعنى ان هو ما كانش كده وبيتعمد يعمل كده دلوقتي يعني هو بيقولي بطريقة غير مباشرة ان هو عايز يمشي فانا هنا قدامي حاجة من اتنين يهم ان انا بقى عارفة ان انا اللي قصرت وان انا اللي اخطأت وان انا اللي وصلت اللي قدامي للمرحلة دي وده بيبقى فضلك كبير من البني ادم لانه اللي اعترف بالحق فضيلة مش هيب ان احنا اعترف ان احنا غلطنا ده لو انا عايز اكمل اما لو انا مش حبة او مش عايز ان انا نكمل او انا كمان عندي اسبابي فخلاص اوكي تعالى نتفق بالشوية الصغيرين اللي فضلين بالاحترام اللي بنا ان احنا نقدر ان احنا نكمل فيهم في علاقتنا علشان خاطر فيه ولاد علشان خاطر لو احنا مش هننسى الفضل بنا بس مش هينفع نكمل اللي مش فضيلك ممكن يكون فضل غيرك واللي ما بيهتمش بيكي ممكن يكون بقى بيهتم بغيرك فهنا العطل فين مش عارفين بصلي فيه ستات تقولك الحنية ما بتطلبش انا هعدى اطلبي ويقدرني لا الحنية بتطلب والحوار اللي مبني على حب وانا عايز اكمل وانت عايز تكمل والراجل كمان بيكون بيحب امراته بيقول لها خلي بالك من كذا وكذا وكذا طب اذا صمت خالص لا انت بتدي قولي له انا محتاجة حد يا هتمبية محتاجة تقديرك تقديرك بيرفع معنوياتي تقديرك بيزيل عني التعب اللي بتعبه مع الولاد الحوار ده مهم جدا لان تبقى اعلامة انذار اني خلي بالك ان انا زهقت وان انا مش هقدر اكمل بالشكل ده مش تصمتي 15 و 16 و 20 سنة وتيجي تقولي اصل كان بيعمل واصل فيه ترقومات لا لو طول ما فيه حوار هي المشكلة الكبيرة ان احنا ما بنعرفش انه بنحوار صح ما بننصتش لبعض انصات مش سمع بننصت لبعض يا ايمان عشان نأتي اي مشكلة ما يحصلش فيها الترقومات طبعا طبعا عندك حق مليون في المية وعايزة يعني اقول حاجة يعني منسبش الامور لما تتفاقم وتوصل عند المرحلة دي لانه فيه ساعات او فيه مراحل بيبقى الرجوع فيها مستحيل انا عن نفسي بارفع شعار انا او زماني انا مش دلوقتي طبعا انا بتكلمش بشكل شخصي برضو يا جماعة عشان ما حدرش يفتكن ان انا بتكلم بارفع شعار دايما يلا نتخانق عشان نشوف احنا بنحب بعد قد ايه اه بس ازاي يلا نواجه مشاكل مع بعض علشان نشوف احنا بنحب بعد قد ايه الشجرة لو جيه رياح قوية جدا وعواصف قوية جدا مش هتقدر تطيرها من مكانها طول ما جدرها ضارب في الارض وعلى حسب عمق الجدر ده وقوة احتماله بيكون قوة ثبتها قدام اي رياح وكمان مش بس ثبتها ومش بس جدرها ضارب في الارض لقد ايه مرونة الشجرة دي قد ايه سبحان الله ربنا خلق فيها نسبة مرونة لولاها ولولا انها بتعرف تميل مع الرياح وترجع تاني تقف زي ما كانت كانت اتقطمت واتكسرت خلي عندنا شوية مرونة وساعة صدر ونسمع ونتفاهم ونتكلم علشان نقدر نشوف بعد صح ونشوف اذا كنا هنقدر نكمل ولا بعد المرونة مهمة ده حلوة جدا كلمتي من ناحية السيد هو كمان فعلا لازم يهتم بالملحوظات دي يهتم بالتقدير لما تقوله انا مش شايفة ان فيه تقدير على تعبي وكده اهتم لانك انت بتبني بيتك وبتخلي ليك اثر في البيت لو انت غبت شوية يحس ان انت مفتقدينك انك بتضيف حاجة في حياتهم ده مهم جدا عشان يحافظ على العلاقة ويرويها زي ما بتقول ايمان هي قاس هتعدي عشان الريح تعدي او في مشكلة تعدي لكن خلينا نتنقش فعلا وننظف كل حاجة ونروي ونسقي العلاقة الزوجية عشان تستمر وتكبر وتنمي صحة